الخبر التالي بعنوانا الحاملة القومية للقمح حققت زيادة في انتلاقية الفدان بلغت 25 أردب قال الدكتور أسعد حمد رئيس الحاملة القومية للنهض بمحصول القمح قال أن الحاملة حققت زيادة ملموسة بالحقول الإرشادية بلغت أكثر من 24 أردب بدلا من 18 بفضل العملات المعاملات الجيدة للاستخدام مشيرا إلى أن تجهيز التربة بشكل جيد وتصوية الليزر تساهم في رفع كفاءة الأرض الزراعية حيث أشار أيضا إلى ضرورة تقليل الفاقد من الخبز والنقل والتخزين القمح مشيرا إلى أن الحاملة تسعى لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وقال أن وزارة الزراع والاستصلاح الأراضي وضعت خطة طويلة الأجل حتى عام 2030 تستهدف زراعة القمح على المساطب للتغلب على مشكلة نقص المياه فضلا عن إدخال أصناف جديدة تتطلب سماد أقل للتعليق على هذا الخبر معنا الدكتور عز الدين عبد الرحمن السلام عليك يا دكتور أنا مستحيل أن أفلل يعني التعليق حضرتك على هذا الخبر والخبر ده صحيح فعلا يعني أنه النهاردة فيه حفول أرشادية نعم بتحقق 30 وأكثر من 30 يعني في حفول أرشادية حققت 35 أردام في حين أنه متوسطة الجمهورية 18 أردام الأمل الوحيد يعني من ضمن الأمل الكبيرة لسد الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك اللي هي رفع تقليل الفجوة ما بين الحقول لإنتاج الفلاحة العادية وحقول الأرشاد نعم تخيل حضرتك أن متوسطة الجمهورية 18 أردام 3 مليون فدان أو 3 و 13 مليون فدان لو في رفع لو كل فجوة أردام واحد حيبعدنا 3 مليون أردام سليم تخيل أنت عندنا حوالي 6 أردام في فرق بين الاثنين دول على مستوى الجمهورية هيعملوا أدي هيعملوا 18 مليون أردام حكاية المطاطب النهاردة إحنا عندنا تقريباً دخلين في حوالي آآ نصف مليون فدان نعم بيزرعوا على مطاطب لو تعاملت على مستوى الجمهورية إنت عارف حضرتك دائد هتتعمل توفير مع حوالي تلت كمية المياه المستخدمة في الموسم الشيط وبالنسبة للأمر تلت كمية المياه تلت كمية المياه يعني تخيل في ظل الأزمة اللي إحنا بنعاني منها دلوقتي واخد بالك هتعمل قدئين معانا هنقدر نفتح مجات جديدة في أرض جديدة ونزرع أرض جديدة مشروع المليون فدان ومشروعه وغيره وغيره من المشاريع الزراعية ده وإن شاء الله على عشرين تراتين هو ده الهدف المستوى إن شاء الله نكون قديرنا نوصل لهذا المستوى من الانتاج ويكون قديرنا حاجة لمصر إن شاء الله شكرا لك يا فندم وإن شاء الله قبل هذا العام سوف نحقق يا رب الاكتفاء بفضل هذه المجودات بعد ربنا سبحانه وتعالى طبعا وإن شاء الله قادرين أن ننهض بهذا المحصول الاستراتيجي الهام في حال اتباع هذه الخطوات الإرشادية اللي بتنصح بها وأيضا بتؤكد عليها وزارة الزراعة والسطلاح الأراضي حتى نقلل الفاقد وأيضا ننهض بمحصول القمحة بشكل نعم الخبر التالي بعمل